وعلى مستوى سوق السعودية فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تدولات اليوم منخفضا بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند مستوى 11.396 نقطة بتدولات بلغت قيمته الإجمالية 5 مليارات ريال 0.530 نقطة وجاء سهم شركة ثمار التنمية القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.87% ليغلق عند 36 ريال 0.75 تلاه سهم شركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بنسبة بلغت 7.53% ليغلق عند 44 ريال سعودي 0.25 كما ارتفع سهم شركة أسترا الصناعية بنسبة بلغت 6.69% عند 84 80 ريال سعودي 0.50 بينما تصدر سهم شركة الغاز والتصنيع الأهلية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 4.38% عند 67 ريال 0.70